اشتركوا في القناة حق العمل في تركيا مضمون بالدستور والقوانين ومعترف به من قبل الجميع لذلك أنت أيضا لديك الحق بالعمل في تركيا ولكن عليك أولا الحصول على تصريح العمل من أجل العمل في تركيا إن أحدى الطرق المهمة للتكيف والانسجام في تركيا هي العمل أو إنشاء عملك الخاص بك يمنع منع باتة تشغيل الأطفال دون السن الخامسة عشر عاما في تركيا يخضع تشغيل الأطفال الذين تتراوح عمرهم بين سن الخامسة عشر والثامنة عشر عاما لقيود معينة وقد تتعرض لعقوبات شديدة في حال عدم اتباع هذه القواعد يجب عليك كأحد الرعاية الأجانب الذين يعيشون في تركيا الحصول على تصريح عمل قبل البدء بالعمل إذا كنت قد حصلت على صفة لاجئ أو صفة الحماية الثانوية يمكنك العمل بشكل مستقل أو غير مستقل اعتبار من تاريخ حصولك على هذه الصفة يتم منح تصريح العمل من قبل وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية يتم التقديم على تصريح العمل بطريقتين من داخل تركيا ومن خارجها يتم تقديم الطلبات من داخل تركيا ومن خارجها عن طريق مكان العمل أو الشركة إذا كنت ستأتي إلى تركيا من أجل العمل يجب عليك التقديم عن طريق الذهاب إلى ممثليات الجمهورية التركية في الخارج في المكان الذي تتواجد فيه عند ذهابك إلى الممثلية للتقديم لا تنسى إبراز عقد العمل الذي أبرمته مع مكان العمل أو الشركة التي ستعمل بها في تركيا بعد تقديم الطلب سيتم إرسال الرقم المرجع الذي سيتم عطاءه لك لمكان العمل أو الشركة التي ستعمل بها في تركيا وسيطلب من مكان العمل أو الشركة تقديم الطلب باسمك بعد هذه الخطوة سيتمكن مكان العمل أو الشركة من تقديم الطلب نيابة عنك من خلال النظام عبر الإنترنت إذا كنت تقيم ولديك إقامة في بلدنا وكان تصريح الإقامة ساري الصلاحية لمدة 6 أشهر على الأقل أو إذا كنت مقدم طلب للحصول على الحماية الدولية وقد مر على تقديم الطلب مدة 6 أشهر أو كنت لاجئ مشروط أو صاحب الحماية المؤقتة وقد مر على تنظيم الهوية مدة 6 أشهر فيحق لك التقديم على طلب للحصول على تصريح العمل إذا كنت قد استوفيت شرط المدة يمكن أن يتقدم مكان العمل أو شركة التي ستعمل بها بطلب للحصول على تصريح عمل لك من خلال النظام عبر الإنترنت إذا كنت ضمن النطاق الحماية الدولية أو الحماية المؤقتة وستعمل فقط في الزراعة الموسمية وتربية الحيوانات فيمكنك تقديم الطلب شخصيا عن طريق الذهاب مباشرة إلى مديرية مؤسسة العمل والتوظيف أي اشكور في المدينة التي تقيم بها معلومات مهمة حول تصريح العمل من أجل التقدم بطلب للحصول على تصريح العمل يجب أن تكون قد وقعت على عقد العمل المبرم بينك وبين صاحب العمل يتحمل صاحب العمل للرسوم والأجور الواجب دفعها عند التقدم بطلب للحصول على تصريح العمل ولا يمكن لصاحب العمل أن يطلب منك دفعها ولا يمكنه إجبارك على ذلك إذا كنت مقدمي طلب الحصول على الحماية الدولية في تركيا أو ممن لديهم صفة لاجئ مشروط فيمكنك العمل فقط في مدينة إقامتك إذا كنت ترغب بالعمل في مدينة أخرى عندما تتقدم بطلب تجديد تصريح العمل الخاص بك فيمكنك العمل في نفس مكان العمل وفي نفس الوظيفة لمدة تصل إلى 45 يوماً اعتباراً من نهاية فترة تصريح العمل الموجود تفرد غرامة إدارية على أصحاب العمل الذين يوظفون الأجانب بدون تصريح عمل وذلك عن كل عامل أجنبي بشكل منفصل هناك حقوق ومسؤوليات تقع على عاطق كل من العامل وصاحب العمل في الحياة العملية يملك الأجنبي الذي يعمل عند صاحب العمل بعد الحصول على تصريح عمل نفس الحقوق والمسؤوليات التي يملكها المواطنون الأتراك إذا كنت تعمل بدون الحصول على تصريح عمل فستخضع لغرامات إدارية ولا يمكنك الاستفادة من الحقوق والحماية التي يوفرها القانون للعامل نشكركم على مشاهدة برنامجنا الذي شاركنا به المعلومات المحدثة استمروا في مشاهدتنا وواصل متابعتنا